يقع السودان شمال شرقي القارة السمراء ويشترك الحدود مع دول عدة غالبيتها تغرق في صراعات داخلية مما يجعل أوضاعها هشة كالسودان وربما أكثر ومما يجعل أيضا للقتال الدائر في الخرطوم ترددات قد تصل المنطقة كلها وفق تحذيرات دولية وإقليمية من جانب تشاد أغلقت الحكومة حدودها مع السودان بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات ودعت إلى الهدوء وقال وزير الدفاع إن جيش بلاده أوقف فرقة سودانية تضم 320 جنديا ونزع سلاحها بعدما دخلت الحدود التشادية الأحد الماضي كان هناك عبور لجنود سودانيين إلى أراضي تشاد واتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لنزع سلاحهم واحتجازهم هذه الحرب السودانية لا تعنينا هذه حرب بين سودانيين ونحن تشاديون لسنا معنيين في ليبيا نفى الجيش الوطني دعم طرف ضد الآخر من طرفي الصراع في السودان معربا عن استعداده للقيام بدور الوساطة بين السودانيين لوقف القتال في دور الوساطة أيضا أعربت مصر وجنوب السودان عن استعدادهما للقيام بوساطة بين الأطراف السودانية وشددا على وقوفهما على مسافة واحدة من الجميع وناشدتا أطراف الصراع التهدئة وتغليب صوت الحكمة أما على الحدود مع إثيوبيا فقالت مصادر سودانية إن القوات الإثيوبية شنت هجوما على الفشقة الصغرى معززة بالدبابات والعربات المصفحة وحشد كبير من المشهد لكن الجيش السوداني صد الهجوم مكبدا القوات الإثيوبية خسائر فادحة في العديد والعتاد شكرا